قال الكريملين إن الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية هدفها التأثير على سير الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد ابتداء من الجمعة وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية ومحاولتها اختراق الأقاليم الروسية عشية الانتخابات الرئاسية محاولة لزعزعة الوضع والتشويش على الحدث طبعا وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت تعرض بلدة كوزينكا في مقاطعة بلغورود غربي روسيا إلى هجمات من قبل القوات الأوكرانية وأن القوات الروسية طهرت محيط البلدة بالكامل وأحبطت جميع المحاولات الهجومية الأوكرانية حسب البيان المحاولات الأوكرانية المتكررة لاختراق أراضينا هدفها التأثير على سير الانتخابات الروسية في الحقيقة هذه الهجمات مرتبطة بطريقة أو بأخرى بمحاولات التأثير على سير الانتخابات وزعزعات الوضع في روسيا وزعزعات التأثير على سير الروسية وزعزك المتكررة